في مظهر آخر يا مولانا أيضاً ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عنه في سورة الشورى بيقول الله لطيف بعباده يرزق ما يشاء يرزق ما يشاء نعم فإزاي يكون الرزق من مظاهر اللطف ومن المستحق لنعمة الرزق لا أشوف العبد لا نستطيع أن نقول أنه مستحق مستحق لما يكون بالنسبة لمن هو عبد المسلو آه ممكن يستحق لكن لمن أوجده وخلقه ويتولى كل شيء جميل صحيح فيه أقدر سأقول أنك أنت تستحق يعني إي تاني يعني عندي من طب وعين الثمن الذي دفع يعني ربنا يعطيني حتى لو لا أستحق طب هو عادة يعني مش معنى لا تستحق بمعنى أنك أنت ضد لا بمعنى أنه يعني لا يثوت لك هذا الحق إلا فضلا منه ولطفا منه فلأن هذا العبد فعلا يعني لو راح يحاسب ما له عند الله لا شيء يعني أذكر نعمة البصر أذكر نعمة السماء أذكر نعمة الحواسد كلها أذكر نعمة التفكير أذكر نعمة النعمة التي أنت محاط بها لما هتجي تدفع تمامها لا يوزيها أي حمد مش ممكن مش ممكن أملاً ويعني وتعريضه لكل شيء جميل وكل شيء حسن طبعاً في إطار أمره بالأسباب لا بد من اتقاذ الأسباب فإذن هذا هو في اللطفة لله حيثما يعني نظرت تجد أنه هو حاضر وجاهز باستمرار في كل شيء طب الرزق للجميع يا مولانا طبعاً الرزق للجميع نعم نعم الرزق للجميع ولكن مؤمن وكافر مؤمن وكافر طبعاً ويعني هو سبحانه وتعالى يعني في آية ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دب هذا هو الامتداد اللطف للمؤمن ولغير المؤمن على السواء بل كما قلنا للحيوانات بل للجمادات بمعنى أنه سبحانه وتعالى خلقها مسبحة عابدة عارفة في معرفة هنا في الضرورة والذين ينكر ذلك ينكروا نص القوان إذن اللطف بالإنسان اللطف بالحيوان اللطف بالجماد والنبات